بسم الله الرحمن الرحيم الله ينسلني ومالك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هل أنت ماشغيات؟ يا أهل يا أهل يا ماشاء الله يا خيال الله يا خيال عليك إن حالك ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ستاين فضل أهل الحسن بجواب أما بعد فإن أصدق الحديث كلامه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى نهول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بتعافي النلالة وكل ضلالة خلنا أيها الأحبة إن من أعظم ما سنتحدث فيه قبل أن نتحدث عن شعائر الحج ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمنا البالي سبحانه وتعالى أن حللنا هذه المدينة قبل أن نذهب إلى مكة فمكة عناؤها أعظم من عناء المدينة الجفيرة والزحام فيها أكثر من المدينة الكثير ولذلك فإن الإنسان إذا بدأ بالمدينة ولو يكون هذا فرق عليهم زيارة بالمدينة ليست فرق وليست لا علاقة من الحج أبدا فالمغو يمكن له أن يعتبر وأن يحج من مكة وأن لا يصل إلى المدينة وإنما يجوز المغوية أن يصل إلى المدينة ببابه شدًا لحالنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى قبره عندما يتحدث عن المدينة أعظم ما يتحدث فيه عند حديثنا عن المدينة من المتحدث عن المدينة أولا مدينة لقد educated لكم سأر uhmrah والحجي سأرد إلى مكة وعط من ذلك الأمهار من مكة سأردون إليه سأرد من هذه المدينة لأن الرجول أرادوك 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 لا يتأغب من ذلك مع اللاعقة فى اثبتها وانان أثر من ذلك من خلال محمد سنالك وإن cancelled ذلك بعد من ذلك من ذلك اللاعقة فى تارثة من ذلك اللاعقة فى الوجه من ذلك اللاعقة فى الوجه هل أنه نصف هذا هو أعطاء حلال الولدى وذلك يمشتغل أمان енно oluyor من المدينة الأساسية أذن الدروس لأنه ألمان من المدينة اذن الحامel عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معدها؟ ولماذا هذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل محبته رهناً بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وضاعته رهناً بضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع اسم النبي صلى الله من كتاب الله وهو رقم شهادة التوحيد. أشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يبدأ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ محبة هذا الدين. وعندما يوضع على المحكي والاختبار والفتنة والانتداء يثبت عدم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتكمن بالمحبة لكنه لا يطبقها لا من بعيد ولا من قريب. يقول الله عز وجل قل كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فبتجعوني يحببكم الله. لقد جئت من بلدك تزور هذه المدينة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نجأ وفي قلبه وعلى لسانه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما لأتلك إلى هذه الناس. لماذا لدفعت هذه الأموال. وجئت من آخر الدنيا وتردت أعمالك وأولادك وتردت كل شيء خلفك. وجئت تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لأنك تحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوم من أحد الخب حتى أكون أحب إليه نفسه ولده أو والده والناس أجمعين. فإذاً هذه المحبة طيبة وأجمع عظيم. لكن هذه المحبة تحتاج إلى قواعد أساسية صلبة تقف عليها. إلا تتوفر هذه القواعد فهذه المحبة هي محبة كاذبة محبة من طرف اللسان كمحبة المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأعراب أمننا. قل لك تؤمنوا. ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا أردتم أن تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فأطيعوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله. الله سبحانه وتعالى محمد محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا. سكون محبة يحبلكم أسهل بأسهل. كان يحبلكم أسهل بأسهل بأسهل بأسهل. سبحانا. سبحانا وتعالى يحبلكم أسهل بأسهل اللوح الله تبعوه لأنه هو محمد صلعهم يومي ب perlu أنه هو محمد صلعهم أيضا ليب لأنه هو محمد صلعهم أنه هو الضقط لدينا من الغر وليس لدينا من الغر ومثالي هؤلاء تراه ب dobrym شيء من وهو ذلك هذا هو أنه من حيض هؤلاء تعبط لدينا المحطة المئوات على إجابة هذه الذهب الدعية المائوات على إجابة الناس هذه القرى هي من المائوات على إجابة الحقيقة على المعيوات بشكل قد يسوأ في المغوات على الله صعبته لا يتمكن جرية لا يتمكن هذا لكل سبس هذا هو يخلص هذا الشيء هذا الشيء فقط اشتركوا في القناة والمسلوم الإتوالي أولم 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 ومعه في فاله نعم لا يقدم ان كان لدينا سنحوظ بطريقة ويأتي بطريقة إدرياء الأخرى además كيسي ، هو فالهو كنت لدينا مهارة لدينا مهارة لدينا مهارة وصول مهارة وهذا كان لدينا مهارة معه حقًا وصول مهارة وصول مهارة مهارة أدرياء وصول مهارة الهداء إذن محاولة النبي صلى الله عليه وسلم تعني من كل هبوع شيئين أن نخلص لله عز وجل في أعمالنا لأن الله سبحانه وتعالى يخديم على الشرك على الشركي فعمل عملا وأشرك فيه غيري خذته وشركه ولا مباد والإخلاص لله عز وجل في كل عمل فطور لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا مكان خالص صوابا فأولا أن يكون خالصا لله لا تريد به سمعة ولا رياء أن ينظر الناس إليه أن يقول عكا عالي لا بد أن تتبع أن تصفف النية والقلب لله عز وجل في عملك لا تشرك معه أحدا أبدا ولا ترتخف هذا العمل مع أنك تعمله لله مرضا في الناس لا تشرك لا تشرك في عملك هذا مع الله أحدا افعله لله عز وجل وعز وجل والشرط الثاني أن تأتي بالأعمال وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا تماما بتمام حذو القذة بالقذة كما أرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الدين كل العبادة يتشريع من الله عز وجل ليست من قبل أحد من الخلف ولا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقيرون تخطيقه عن الهوى إنه إلا وحي يوحى كله وحي من الله سواء كان الكتاب القرآن أو كان السنة ووحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيروا الدين ولا تتفرقوا فيه كبروا على المشاكين ما ترعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه فالعبادات كلها توقفية من علم الله عز وجل كلها ليس هناك عبادة يستطيع البشر أن يختريعها أبداً ولا أن يستحسنها والله هذا شيء جميل أنني كلما أكلت تعشيت صليت الركعتين شكراً لله على العشاء من أين رأينا هذا؟ تعال من أين؟ من أين؟ أصلي الضيب من الأربع ركعات خمسة ركعات يعني الخمسة ركعات أكثر الحمد لله بالله أكثر شيء طييم جداً أزيد في العبادة والله عز وجل أمرنا أني ضحية بالخوف بالألعام الأزواج الثمانية المعروضة المقر والطأن والبعز والجمال وأنا أذهب وأضحي بغزالة مثلاً أو أضحي مثلاً بفرنس تعال من أين أتيت بهذا؟ في العبادة الهدي والطعية عبادة من أين تضحي بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ الدين كله توقيفي كل ركعة كل ذكر كل كلام متعلق بالدين كله من عند الله عز وجل أسأل أولاً ثم أفعل لا يجب أن أفعل ثم أسأل لا أسأل أتأكد أن هذا صحيح ثم أفعل فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول مؤسس صلى الله عليه وسلم كذلك قتلوه وقتلهم الله هل سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العين أو العيني السؤال كذلك؟ الإخلاص لله عز وجل والمتابعة على وصول الله صلى الله عليه وسلم في العمل وهذا الآن في هذا الموقف يهمنا جداً خاصة بهذا الموقف نحن جئنا لعبادة وعبادة عظيمة جداً نحتاج إلى أن تكون مناسكنا وفق هذه النبي صلى الله عليه وسلم تماماً بتماماً جئت من آخر الدنيا دبعت المال ويعلم الله كيف أتيت وكيف تعبت حتى تحصل على هذا المال ودعسوا على الموافقة لما تأتي ثم تأتي وتعبد الله على وفق ما قال به أحدهم ليس على وفق ما يعني يريدوا الله صلى الله عليه وسلم وحبه وعبه فهدت معي هذه النقطة إخواني والله فيكم تنادت لهم إلى هذا إشفلها والنقمان سيفشتي بيزن يعني سيفشتي جاء عبادة حجن أين عبادة؟ دا نشت عبادة سودي جبيت دا فاستن سيارية يعد على سيارة قرارة هجل الذي فارب أسفل أليس داغم يريدام سيارة وحتى ميضة الضوات وحتى ميضة وحتى ميضة وحتى ميضة وحتى ميضة ثم إثنة لماذا من الله يعني بيجب أنت إذن اللح سبحان الله عبادة وإلحه والسلم وآه 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 لا أعلم انا نريدا عن ماديناء أو هل نريد اغفظم في ماديناءه؟ لا أعلم، المحدد من الأفاق ماديناء الآن لن نريد ماديناء ونريد ماديناء حيض حيض نريد ماديناء للحاج من موديناءться؟ نريد ماديناء الآن حج؟ طيب إن شاء الله خيب إن شاء الله إيش كده فن أوس نسفير عليه حج تبتع عباخنا إن شاء الله وضا قلت سلوتي دي إفرادها هل الكل الكل متمتع ولا هناك من هو مفرد ولا هناك من هو مقرد كل متمتع الجيد هذا أصلا السنة حج التمتع هو السنة وإن يسلم حج قارلاً لكن له أتاه جبريه عليه السلام قال أتاني جبريه في هذا الولد المبارك الذي سنحلم منه وهو الميقاد ذو البليفة وقال جاء لي آتي من قبل السماء فقال صدر الحديث بهذا الولد المبارك وقال لي وقل عمرة في حج يعني دخلت كما قلتم سلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهذا كلام معناه أن حج التمتع يعني أصبح مباحاً مشروعاً صالحاً إلى وقال لي بجون المستحفة وأفضل أنواع النسك الثلاثة والإفراد 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 والتران والتفتر لذلك تتمتع من حج إلى العمرة وهو الذي ورد بأيين سبحان الله والتمتع من حمرة من الحج ورد حق وغير ذلك من النصوص وفعل بلبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يتحللوا وأن يعني يحولوا حجهم من حج افراد إلى حج متعة. فهذا هو الأفضل. حج الثلالين يوجد إفراد، يوجد قرار ومتعة. وأنت أعتقد أن لا أستنسى عنه بمعنى متعة جنيس الحج. أن كلا نعم أمر ومتعة عمرا ونعم رأينا حج لأن يجب أن يحطون من قرارة يجب أن يجب أن نحو رائع منه سريعة وحسنا سيجب أن نحو موعرة لا يجب أن يتساين وأن هذا سيزيد ومتع employees يجب أن نحو رائع يجب أن نحو رائع ونشد أن يجب أن يوم رائع كما ذكرنا في مهدّن عدم المحركات لتبقى بشكل مفاتح في لدينا الحج ويجب أن تصل إلى منطقة فيه أسرعنا الحاجة من هذه المدينة المنومة هل هل إنه مكات لقد مغرأ حتى بالأمودية? هل 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 مغر Limات في أمودية امودية؟ هل هل عن هذا الوقت السنة الأمودية؟ أنا فقد أنت ذا وتنقال تبا نيسوه السحر ما يستطيع فعل يستطيع فعل ذلك المقارات 북لتهم ويسا نميسوه نعم نعم إنه ليس كان مرحباً فذلك أنه مرحباً وهم له أنه مرحباً فهو قال الأمر علي هذه هي أبار علي أبار علي لأنه يحبت مع المجيسين مع المجيسين ومع المجيسين لكن هذا لا يحبت ولم يحبت لي ولم يحبت لي لكنه يحبت ذو الحلايث ذو الحلايث هذا يحبت على حالة 60 مم من المدينة لا ، لا ، لكن لدينا كشان لا ، ربما دقائكم ما استمره لدينا سنبال سنبال مدرا سنبال مدرا سنبال مدرا سنبال مدرا هذا المكان سنبال مدرا سنبال مدرا ما يحبه نعم من يوجه من هنا من المدراسة تساعدنا صفحةbs , علينا اله consequent meinem الملائم وفرمات الكونافسير بيس قال , فعلا ، فلا لا يمكن أن على انهم ở بธعة ولغا worshipه ليس بتفgem مغلقةكن ومهارم صلى الله عليه وسلم يشغل محرم يمع بجريب أن يكون مقفقت إذا كان يدع في ساعة يسمى ما هذا منه أنه في منطقه أو في ساعة خطر هذا هو ليس موجود ومن يمع بشارك في حرام وهي خلط ويساعة من هذه الأجزاء ويصد لا يكون لديك أمبا إلى هذه المحرورة لأن هذا هو محرورة حرام هذه الأجزاء التي يمكنك أن تصدقه في حرام هي خلطة حرام يمكنك أن تصدقه في حرام أخرى لدي لدينا تحتوي ياتي ياتي وأيسي لا تحتوي لا تحتوي لدينا صلاة أبو لا تحتوي إنه ليس معه لأولي إنه ليس معي إنه ليس معي لا يوجد بها لكني أقول إنه لأولي وهي لا يمكن لي شيئا وبالي أرى أعرفة العديد التي بالفعلها لا انفق إليها تتلك الوري لا أرى الأعمال العديد من أمس التحطين جانبت أني معرفة لا يحتاج للمشاهدة للمشاهدة لا يحتاج للمشاهدة إذن ملابس الإحرام المعروفة عبارة عن فوطتين أو رداء وإزار إزار الفوطة التحتانية والرداء الذي فوقه لا يلبس الرجل الملابس المفصلة على الأعضاء وليس معنا